بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كرامتنا المهدوية هذه المرة من محافظة الديوانية من فتاة تعلق قلبها بحب أهل البيت عليهم السلام وعائلتها عائلة تخدم أهل البيت عليهم السلام منذ عشرات السنين هذه الفتاة كبرت وبدأ مع الأسف بعض أقاربها لأنها ترفض الزواج من أولادهم يشيعون عليها بأنها لا تنجب نعم لديها أخت قد تزوجت وكانت يعني عقيما أو عاقرا لم تنجب فبدأوا يشويهون سورة العائلة بأن جميع بناتها لا ينجبون فلا تتورطون أبدا بالزواج من بناتهم بعد ذلك مع الأسف الشديد كما تعرفون بأن الشائعة تمشي في الناس كالنار في الهشيم وكان الناس يأتون إليهم ويحاولون أن يخطبوا من بناتهم ولكن سبحان الله لم يأتي بعد ذلك أحد وكانت هذه العائلة كما تقول هذه الفتاة كنا نعلم كل العلم بأن أحد أقاربنا وهو فلان وكذلك زوجتها هي التي تقوم بتشويه سمعتنا بهذه الصورة المشكلة بأن القضية قد امتدت إلى كل مسامع الحي الذي نحن نعيش فيه فما هو الحل؟ ما هي الطريقة؟ صراحة أنا مللت من مسألة بأن السنوات تمر ونحن مجموعة من الأخوات لم نتزوج نتيجة هذه الشائعة التي حاكها علينا أحد الأقارب لا سامحه الله كما هي تقول وخصيمه الله عز وجل ورسوله وأهل البيت ونحن إن شاء الله لأن الله لا يقبل بالظلم شعرت بأن السنين بدأت تذوب وبأن الملامح سوف تبدأ تتغير وهذه الشائعة لا تنتهي ماذا نفعل كي نتخلص من ذلك؟ لم يبقى لنا سبيل إلا التوسل بالله عز وجل وصاحب الزمان سلام الله عليه هذا ما قالته لنا إحدى الصديقات التي كانت لديها إحدى عماتها وهي مبلغة دينية قالوا لي أو قالت عفوا لها بأن عليها أن تصلي صلاة الاستغاثة بالإمام الحج عليه السلام وهذه الصلاة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان تقول نحن مجموعة الأخوات بدأنا نصلي صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي عليه السلام أولا لدفع هذه الشائعة ثانيا لإخراس ألسنة هؤلاء التي لم تكف أبدا من يوم رفضنا ولدهم لا نريد أن نتزوج منه بدأنا نصلي صلاة الاستغاثة مر الإسبوع الأول مر الإسبوع الثاني إلى شهر ثلاثين ليلة ونحن نصلي صلاة الاستغاثة بالدموع والآلام والأحزان إلى غير ذلك حتى جاءت تلك الليلة المباركة وكانت تصادف ليلة الجمعة المباركة ورأيت أنا صاحب الزمان سلام الله عليه في عالم الرؤية وكأن صاحب الزمان سلام الله عليه كان قريبا من القمر كان قريبا من القمر كان طويلا جدا لدرجة بأني رفعت رأسي عاليا فوجدت وجهه الشريف والمنير بقرب القمر فأخذ منه جزءا وأعطاني إياه وكانت أخواتي واقفات بقربي أيضا فبدأ يأخذ أجزاء من القمر ويعطي لكل أخت من أخواتي جزء جلست من النوم وأنا فرحة مستبشرة مسرورة بأن إن شاء الله قد استجاب لنا صاحب الزمان سلام الله عليه وسأتزوج أنا وأخواتي ولكن بقي هناك سؤال في قلبي كيف هي الطريقة كيف سنتزوج على كل حال تقول وإذا بأختي الكبيرة التي لم تنجب اقترح عليها زوجها بأن يسافر إلى الخارج يسافره فسافر إلى أحد الدول القريبة وسبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الظلام عنه وأن يكون صاحب الزمان سلام الله عليه هو الذي يرفع هذه الظلامة ذهبوا هناك لأكثر من شهر وعندما عادوا بحمد الله عز وجل لم يعود إلا بحمل قد رأيناه بأم أعيننا بحمد الله ونحن نصبر متى يأتي الفرج ولدت أختي ولدا جميلا جدا انتشر هذا الأمر بالحي كله وسبحان الله بدأ الناس يأتون إلى بيتنا يهنئون أمي ويهنئوننا وأثناء هذه التهاني بعض الأمهات قد رأتنا بحمد الله عز وجل ونحن لا قصور فينا أبدا نحمل جمالا ونحمل شهادة وثقافة إلى غير ذلك وبحمد الله تزوجنا جميعا بعد شهرين كل وحدة تزوجت بعد أسبوع أو أسبوعين خطبت وبعد ذلك تزوجت هذا كله بفضل صاحب الزمان سلام الله عليه هكذا يقولون لشيء فيكون يستطيع أن يرفع عنك كل مظلومية يستطيع صاحب الزمان أن يرفع عنك كل شائعة كل ما يؤذيك ما عليك إلا أن تثق بالله وتتوكل على الله وما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام كما تقول هي كنت أنا أنتظر هذه المفاجأة هذه المفاجأة السارة بأنه متى تنتهي هذه الشائعة ونستطيع أن نتزوج وبحمد الله جاءت أكثر من ذلك عندما أنجبت أختي التي كانوا يقولون عنها بأنها لن تنجب أبدا 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 ولكن القرار دائما وأبدا الأول والأخير هو لله سبحانه وتعالى وأفضل صاحب الزمان سلام الله عليه موسيقى موسيقى